ضيفت سبعين نبلاي الحسن معاجي فتصير لحبابك واطن ضيفت سبعين نبلاي الحسن معاجي فتصير لحبابك واطن معاجي فتصير لحباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق يجمعين زيان الدين باعث الأنبياء والمرسلين أرحم الراحمين السلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته السلام على صاحب السكينة السلام على المدفون بالمدينة السلام على المنصور المؤيد السلام على الرسول المسدد أبو القاسم محمد بن عبد الله السلام على نفس رسول الله أمين الله في أرضه وحجته على عباده أمير المؤمنين السلام علي بن أبي طالب عليهم السلام السلام على الصديقة الكبرى والآية العظمى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله السلام على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسني والحسين سيدي شباب أهل الجنة اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم وصل على الخلف الصالح الحجة بن الحسن المهدي من آل محمد صلى الله عليك يا رسول الله وعلى هالك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيمة أدرك تراتك أيها الموتور فلكم بكل يدي دم مهدور يوم الجمعة يوم صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم وهو اليوم المترقب فيه ظهورك كما في الدعاء أدرك تراتك أيها الموتور فلكم بكل يدي دم مهدور يوعدب الدماءكم لشارب علها وصفت فلا رنق ولا تكدير ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف أفهكذا تغضي وأنت غيوره ما صارم إلا وفي شفراته نحران لآل محمد من حوره وأنت الولي لمن بظلم قتلوه وعلى العداء سلطانك المنصور فلو أنك استأصلت كل قبيلة قتلا فلا سرفون ولا تبذيروا خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور غصب الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة شحرها مثغوا والبضعة والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور وأباياه على الحسن الزكي بأيرام يا مثواه حيث محمد مقبوى يا أورو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا خير الأعمال ذكر الصلاة على محمد وآل محمد الله صلى الله عليه وآله هذا حديث صحيح متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقل ما يتفق هكذا حديث يكون متواترا عند كل طوائف المسلمين بل وقد بلغ من الشهرة في زمانه الآن نحن ثقافتنا ثقافة حسينية ثقافة مجالس نألف أمثال هذه الأحاديث لكن في نفس الزمن زمن النبي صلى الله عليه وآله والزمان المتاخم لعهده صلى الله عليه وآله قد بلغ هذا الحديث ما بلغ من الشهرة ولهذا المعنى شهرة هذا الحديث غرض وأهمية أولا الدليل على شهرته الدليل على شهرته أن الإمام المجتبى صلى الله عليه في عدة موارد استدل بهذا الحديث ولم يعترض عليه معترض ولم يمانعه ممانع فلو كان مشكوكا مشكوكا في صدوره أو لم يكن جليا واضحا ظاهرا مشهورا لأمكن للبعض أن يعتذر نظير ما روي عن حديث الطائر المشوي حديث أمير المؤمنين صلى الله عليه يذكر من أحاديث الفضائل ومن أدلة الإمامة اللهم أبعث لي أحب خلقك إلي يشاركني في هذا الطعام الشاهد على هذا الحديث كان أحد رجال المسلمين أحد الصحابة فأمير المؤمنين صلى الله عليه عليه على المنبر وسأله على نحو مباشر يا فلان أولم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فقال له يا أبا الحسن أني قد كبرت ونسيت يعني أكو مجال أنه يعترض يشكك بصدوره وتكملت القضية بأنه الأمير يدعو عليه صلى الله عليه لكن مثل حديث الحسن والحسين إمامان ما استطاع أحد أن يعترض على الإمام المجتبى صلى الله عليه لم يستطع أحد أن يقول لم نسمعه أو لا بد أن نتأكد من صدوره كلهم إذا ألقي عليهم هذا الحديث سلموا به وأذعنوا بمؤداه بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله هذا بلحاض شهرته الآن ثمرت هذا الحديث ليس فقط حديثا داخلا في باب المناقب وذكر الفضائل بل حديث تترتب عليه نتائج إسلامية اعتقادية تعتبر من ضروريات الاعتقاد الإسلامي وهو مسألة الاعتقاد بالإمامة اختلف علماء المسلمين في مسألة الإمام من جهة مفهومها وسعتها معنى واسع معنى ضيق واختلفوا في الدليل عليها أنه الدليل هل هو دليل شرعي أم دليل عقلي أم مزيج منهما الإمامية يقولون يدل على الإمامة العقل والنقل فرق المسلمين على خلاف في هذه المسألة هذا الحديث يوضح بصراحة وبوضوح أن مسألة الإمامة يدل عليها النقل ويدل على نقطة ضرورية وجوهرية في حياة المسلمين وفي حياة المجتمع الإسلامي كثير من الناس اعترضوا على إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه عليه وشككوا بإمامته في الحقبة التي سبقت خلافته الظاهرية صار أكو شبهات وإشكالات متعددة في إثبات النص على أمير المؤمنين صلى الله عليه ثم جعلوا قضية كلية قضية ذات معنى واسع يعبر عنها بالقضية الكلية يعني التي تنطبق إذا انطبقت شرائطها قضية كلية في قبال القضية الجزئية المنطبقة على واقعة معينة وهذا بحث مهم تشوف ما جاء في فضل أمير المؤمنين صلى الله عليه عليه من حديث الغدير البعض قال هذا حديث يرتبط بقضية شخصية النبي صلى الله عليه وآله في مقام بيان امتيازات لأمير المؤمنين وليست قضية كلية ثم انتقلوا إلى معنى عام معنى واسع شنو هذا المعنى الواسع قالوا ليس من وظيفة النبي صلى الله عليه وآله أن يعين إماما بل هذه من وظائف الأمة ويقع النزاع الشهير الطويل الذي أغلبنا قد سمع به بأنه لا يعقل النبي صلى الله عليه وآله يترك الأمة والإمامية يأتون بأدلة ومن يقابل مدرسة الإمامية يناقشهم المدرسة المقابلة للإمامية خلاصة كلامهم هذا أنه ليس من وظيفة النبي بيان من يتولى شؤون المسلمين من بعده وظيفة النبي تنتهي بإتمامه للرسالة بإتمامه لبيان الشريعة اليوم أكملت لكم دينكم انتهى دور النبي فإذن ليس بناء على قولهم ليس من وظيفته بيان وتعين من يتولى شؤون الإمام نقول نسلم نحن لا نسلم في الحقيقة لكن من باب المجادلة وإتمام الحجة على الطرف نقول إذن ماذا نصنع لحديث الحسن والحسين إماما هذا النبي صلى الله عليه وآله هنا صرح بإمامتهما أم لم يصرح إذا لم يكن من وظيفته صلى الله عليه وآله الحديث عن من يتولى شؤون الأمة وباختصار الإمام فكيف جاء النبي بأمر ليس من أدواره وليس من وظائفه هل هذا أمر دنيوي إذا كان أمرا دنيوية فلماذا يلحظ به ما بعد حياته يقولون حياة النبي صلى الله عليه وآله الدنيوي إذا قلتم بأنه لا هنا النبي صلى الله عليه وآله تدخل ولكن على نحو الإشارة لا على نحو الأمر والتعين هنا نلزمهم نقول إذا إشارة فإذا للنبي صلى الله عليه وآله دورا في تعيين الإمام من بعده تقول إشارة نقول لا بأس إشارة إشارة من النبي وهناك إشارة من الخلائق بأجمعهم بما يخالف قول النبي صلى الله عليه وآله فأيهما ذو المرجح بطبيعة الحال صاحب الدار أعلم بالذي فيه الذي لا ينطق عن الهوى أدرا وأعلم بما يشير إليه صلى الله عليه وآله هذا كمعنى عام كمعنى كلي الإمام الحسن المجتبى صلى الله عليه قد وضع هذا الحديث في محله الحقيقي وفي موضعه الذي تترتب عليه الآثار الشرعية ومن خلاله ترتفع الشبهات وذلك من بعد مصالحته صلى الله عليه من بعد ما وقع الصلح من الإمام المجتبى صلى الله عليه هناك أمور كثيرة ترتبت على هذا الصلح نحن نعبر عنها بحكمة الصلح وليس بالعلة التامة من وراء الصلح لدينا شيء يسمى بالحكمة يصطلح عليه في العلم التخصصي بجزء العلة وهناك شيء يعبر عنه بالعلة التامة شلون؟ العلة التامة أنت إذا أضرمت نارا في مكان هذا المكان يحترق إذا لامس النار الاحتراق معلول النار علة لهذا الاحتراق إذا أزلت العلة يزال المعلول لا يوجد شيء يشارك هذه العلية وهي علية الإحراق بالنسبة للنار هاي عبرون عنه علة تامة أكو شيء يسمى جزء العلة هذه النار حتى تشعلها أنت تحتاج إلى معدات تحتاج إلى فضاء معين غازات معينة تكون موجودة تحتاج إلى مواد خاصة قابلة للإشتعال الخشب له امتيازات أن يكون جافا لا يكون رطبة هذه الأمور التي ساهمت في أداء العلة لدورها دورها العلي يعبر عنها بأجزاء العلة تسميها حكم إذن صلح الإمام الحسن صلوات الله عليه معلول يعني له علة أساسية جوهرية نظير إحراق النار لما يلاصقها ولكن الذي أظهرت الأمة عليه يعني ما تعلمناه ما استفدناه هي أجزاء هذه العلة التي يصطلح عليها بالحكمة حكم هذا الصلح الذي صدر من الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أحد الحكم أنه حفظ الشيعة وحفظ أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله عليه بعبارة أوضح حمى وحفظ نفوس وأرواح من يكونوا حاملين لرسالة النبي صلى الله عليه وآله التي نقلها أمير المؤمنين حتى لا يجون يقولنا نحن كذلك نحمل فسالة رسول الله يقول لا بس كلنا نشترك بالنبي لكن النبي بنظر عليا صلوات الله عليه يمتازون الإمامية بهذا المعنى قد واحد يسأل يقول الله سبحانه وتعالى ألا يستطيع بقدرته وبقوته أن يحفظ هؤلاء المؤمنين وهذه الطائفة التي تحمل راية الإسلام المحمدي العلوي لإسمهم الطاهر لا بأس بالصلاوات نقول بلى الله سبحانه وتعالى يستطيع ذلك ولكن أنت تتخيل طريقين لأن يحفظ هذه الطائفة الطريق الأول طريق المعجزة الله سبحانه وتعالى جعل الأمور والحياة وقضايا الطبيعة تجري وفق أسبابها ولم يجعل القاعدة فيها الإعجاز بل جعل فيها قانون السببية الإعجاز في موارد خاصة وضرورية لا يترتب الأثر إلا على وجودها جاء الإعجاز فهو خلاف القاعدة إذن احتمال الحفظ وفق الإعجاز مرتفع لأنه ممتنع إنما مرتفع لقيام الدليل على ارتفاعه يجي عندي احتمال ثاني أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم ولكن على نحو التخفي يعني مو ظاهرين لا آراءهم ظاهرة لا شخصياتهم ظاهرة بالتعبير الكلامي العلمي يصيرون من المذاهب الباطنية مذهب باطني إذن هؤلاء ليسوا حملة راية الدين هم هؤلاء يعتقدون بينهم وبين أنفسهم بهذا الدين ملتزمين بهذا الدين ولكن هل رفعوا رايته ودعوا إليه وأشعروا الناس به والمفروض أن هذا الدين يبقى بأفراد يظهرونه ويبينونه فإذن لابد من وجود شخصية تحقق لهذه الطائفة بقاء يحفظ لها هويتها وشخصيتها ومعالم عقيدتها تبقى محفوظة من دون تدخل الإعجاز وتبقى على رغم عدم تدخل الإعجاز وعلى رغم كثرة من يعاديهم ويناوئهم يبقون على نحو من أنحاء الظهور هذا من دور من أدوار صلح الإمام المجتبى صلوات الله عليه بما صرح به بنفسه حينما دخل عليه أحدهم وسأله عن المهادنة التي جرت مع طرف الشام ومع معسكر الشام فقال إنما داهنت أو إنما صالحت إبقاء عليك وعلى أصحابك أتباع هذه المدرسة هذه حكمة حكمة ثانية المرتبطة بالموضوع التي هو الإمام صريحا يبينها ويوضح من خلالها مجرى الحديث النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يدخل عليه على الإمام المجتبى صلوات الله عليه شخص آخر لكن على نحو من العلم فقال له يا أبا محمد إنك قد صالحت فأجابه الإمام صلوات الله عليه والله لالذي فعلت أفضل لشيعتنا مما طلعت عليه الشمس ثم قال له موضع الشاهد أولست تعلم أني إمام مفترض الطاعة قال بلى قال أوليس قال في رسول الله صلى الله عليه وآله وفي أخي الحسين إمامان قاما أو قعدا قال بلى قال فأنا إمام قمت أو قعت هذا هنا مهم جدا الإمام ابتدأ بماذا قال أولست إماما مفترض الطاعة يعني افتراض إله على طاعة الإمام صلوات الله عليه لا بلحاظ أن الأمة تتنقاد إليه الأمة إذا لم تنقد لأوامر هذا الإمام فهي مخالفة لأمر الله عز وجل شنو الإشكال إذا طائفة كبيرة من الأمة تكون بأجمعها من العصات تخالف كتاب الله عز وجل أكو استحالة؟ ماكو استحالة عقلية ممكن وقد وقع في التاريخ كثيرا أنه تشوف طائفة كبيرة يتجاهرون بالمعاصي يتجاهرون بالذنوب ويتأولون الكتاب كما تشتهيه أنفسهم فإذا معنى الإمامة ومفهوم الإمامة حينما يأتي من المنبع الصافي من المصدر الأول لبيان الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وآله ويضعه الإمام المجتبى صلوات الله عليه في محله وفي مكانه الطبيعي هنا تتحقق إحدى الآثار وإحدى الحكم المترتبة على الصلح الذي جرى من قبل الإمام المجتبى صلى الله عليه يعني لو فرضنا أن الإمام قد استمر بمقاتلته ومحاربته الطرف الآخر ولم يرضى بالمصالحة أكو احتمالات متعددة لما سوف تنتهي إليه الأمور ولكن تبقى هناك قطعة فارغة هناك جزئية غير محلولة هناك مشكلة موجودة في هذه الحصة التاريخية على فرض أن الإمام لم يصالح أكو فراغ في هذه السلسلة شنه هو الفراغ أنه الحسن عليه السلام أصبح خريفة للمسلمين بتعيين علي صلوات الله وسلامه عليه ذول اللي بايعوا أمير المؤمنين بايعوا أمير المؤمنين لأنه إمام معصوم مفترض الطاعة من قبل الله عز وجل أم بايعوه لأن عامة المسلمين جمهور المسلمين جمهور الصحابة بايعوا عليه كلهم بايعوا على السبب الثاني لأن الجمهور قد بايع أمير المؤمنين لا أنهم بايعوه ملاحظين نصوص رسول الله صلى الله عليه وآله فإذن ينتقل نفس الأمر للإمام المجتبى يقول الإمام حسن المجتبى أخذ مشروعية إمامته من مشروعية إمامة أبيه التي أخذت من مشروعية إجماع الصحابة أو إجماع الأمة لكن عند المصالحة بيّن الإمام يقول لا أنا إمامتي بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله قمت بهذا الأمر أو لم أقم فإذا لم تكن إمامة مع قيام فإذا مفهوم الإمامة مغاير لما قد ارتكز في أذهان مجموع المسلمين وجماهير المسلمين فإذا الإمام المجتبى صلى الله عليه قد وضح معالم الإمامة الحق وهذه من امتيازات فترة الإمام المجتبى بأبيه وأمه الحكمة الثالثة التي تذكر وبها نختم إن شاء الله أن الإمام صلى الله عليه أراد أن يبين أن كل من يكون مقابلا لهذه المدرسة لا يصلح أن يتولى شأنا من شؤون المسلمين إلا أن تكون مشروعيته وحقيقته وقوامية حكمه وإدارته قد اقتبست واشتقت من هذه المدرسة وبيّن ذلك جليا واضحا من خلال مصالحته من البديل الذي طرح للمجتمع والذي طرح للأمة وأغلب الأمة قد توجهوا إليه قالوا بالنتيجة معالم الإسلام محفوظة الصلاة واضحة الصيام واضح الحج واضح وهذه شخصية تغدق العطاء تنفق علينا بالأموال ونعيش برخاء اقتصادي برخاء سياسي نخرج من مشاكل الحروب والمشاكل السياسية هكذا زعمهم في حين أن أمير المؤمنين صلى الله عليه قد أقام عليهم العدالة ذكر الأمير عليه السلام سياسته مع التعليل قال صلوات الله وسلامه عليه ومن ضاق عليه العدل كان الظلم عليه أضيق هذا اللي يشوف العدالة فيها نوع من أنواع الضيق عليه يحتاج إلى توسعة يقول الظلم سوف يكون أضيق عليك لأنه يؤخذ منك حقك بخلاف العدالة تُعطى حقك بلا زيادة ولا نقيص بذولة بادئ الأمر شافه أموال ثروات لكن هذه الأموال والثروات حيث أنها غصبت اغتصبت من أناس آخرين سوف يأتي زمان وتُغتصب منهم حقوقهم اللصيقة بهم وبالفعل هذا الذي جرى على المجتمع وهذا الذي جرى على الأمة حتى أن عمر بن العاص قد دخل على معاوية فقال له إن الحسن بالمدينة قد اجتمع الناس حوله وَأَحْيَا سُنَّةَ أَبِيهِ شو هذه ترى مهمة هذه الجزئيات بالتاريخ جدا مهمة أَحْيَا سُنَّةَ أَبِيهِ سُنَّةَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه التي أرادت الأموية الجاهلية أن تمحيها وأن تُزيل آثارها فلما بلغه ذلك بدأت المكائد الأموية ضد الإمام المجتبى صلى الله عليه فصارت تُبعث الرسائل وتُبعث الكتب إلى من في المدينة حتى يتولوا عملية اغتيال الإمام المجتبى صلى الله عليه تعرض لعدة محاولات اغتياله عدة مرات سُقي بأبي هو وأمي السم وكان ينجو منها حتى بلغت تعداد الأربعين مرة المشهور أنه عشرة وأكو قول بأنه أربعين مرة حاولوا اغتيال الإمام المجتبى صلى الله عليه لم يجد معاوية بُدًا إلا وأن يدس السم من خلال بيت الإمام يشوف إذا أكو شخصية مشبوهة في بيت الإمام المجتبى تكون طريقاً وتكون سبيلاً ووسيلةً لاغتيال الإمام صلى الله عليه فتواصل مع جُعدة بنت الأشعث ابن قيس الكندي زوجة الإمام ولكن على خلاف عقيدة الإمام على خلاف سيرة الإمام بيتها بيت غير نجيب من جهة الأخلاق من جهة التدين وإلا الأسرة ولد للفراش إنما نجابب بلحظ الأخلاق الإسلامية المفاهيم الإسلامية قيم شريعة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله أرسل إليها مبلغاً من المال ووعدها بما وعدها وقال لك ضعف الذي دفعته إليك إن أتيتني بالحسن ميتا معنى كنائي أتيتني مرح تحمل الإمام يعني أتيني خبره فوافقت على ذلك فلما وافقت على ذلك كاتب قيصر الروم قال ابعث لي سماً أقتل به أحد ألد أعدائي إني حاولت قتله مراراً وكان ينجو يكتب لقيصر هذه قارورة سم لو وقعت قطرة منها في بحيرة ماء لماتت كل حيتانها لأثر الماء بطبيعته بارد يخفف آثار السموم مواد الكيميائي لا يقول هذا إليه قطرة واحدة تهلك كل حيتان هذه البحيرة الحيتان الأسماك فدفع بتلك القارورة قارورة السم إلى المدينة وقعت في يد جعده آجركم الله يا مؤمنين إمامنا المجتبى صلوات الله عليه كان صائما في يوم مقيض شديد الحرارة رجع إمامنا المجتبى صلوات الله عليه لا داره ووضع بين يديه إفطاره وكان إفطاره كإفطار أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا يجمع إدام في مائدة واحد فوضعت بين يديه تمرا وقد حم فيه لبا قد جعلت السم في ذلك اللبا أكل إمامنا صلوات الله عليه من ذلك التمر إجراء للسنة ثم تناول قدح اللبا يا مؤمنين يوم مقيض يوم حار جوف الإمام حار أراد إمامنا أن يشرب من ذلك اللبا حتى يبرد جوفه ماء شربه من حتى اشتعل صدر الإمام عليه السلام بأثر ذلك السيام وضع الإمام يده على صدر ويداً أخرى على بطنه وهو ينظر إليا ثم دعا عليها فلما شعرت بأن الإمام قد علم بما كايدته له فرت من بين يده نادى الإمام عليه السلام أولاداً وعيالاً ثم أمرهم باستدعاء عمهم أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه جاء المولى عليه السلام إلى أخي مسرحاً مهر ولاية جلس عند رأسه وقد راه قد وضحوا طستاً بين يده كان يقيء به الإمام صلوات الله حليم حتى قاء كبده بأبي هو وأمي وقد كان مقطعاً قطعاً قطعاً من شدة حرارة ذلك السيايا وضع الإمام يده في يد أخي المجتبايا قال لو أخي دلني على الذي فعل بك هذا قال كلا حتى لا تقتل إنما أخاصمه غداً عند جد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال أخي يا أبا عبد الله إذا أنا قضيت نحبي فغسلني وكفني وحنطني بفاضل حنوط جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وكفني بالكفن الذي ادخرت لي أمنا فاطم فإنه كفن نزل بجبرئيل من الجنة ثم قال أخي يا أبا عبد الله طف بي بقبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وإن أبت المرأة فلا تهرقوا علي مقدار بحجمة من الدم واتفني إلى جوار جدتي فاطم بنت أسا وما زال الإمام عليه السلام يعدد وصاياه لأخي الحسين بينه وكذلك إذ بيسمع نياحاً عند الباب تبدل حال إمامنا المجتبة قال للحسين أخي نحيا ذطست عني قال لولما جعلت فداك قال هذه يقتنى زيني وهي على البايا إخوة يشيل الطشت عني خواتك يا أبو السجاد إجني يريد أن يشبعاً شوف مني دخلت الحورة زينب عليه السلام وهي جنادي وأقاه وحسنايا جلست عند أخي رأت أن دموع عينه تجري على خده أخي يا أبا محمد ما لي أراك تبكي قال إنما أبكي لخصلتين أبكي لفراق الأحبة وأولي المطلح الله أكبر يبكي لفراق وجه الحسين صلوات الله عليه لفراق وجه أختي الحورة زين ثم يا مؤمنين إن إمام المجتبى قد عرق جبينه وسكن أنينه مدد رجلي وأومأ بيديه وفاضت روحه الطاهرة أي رحم الله من نادى أوائما وسيدا وحسنا ومسموم يا ومسف وأحضر أبكي وامان العب على تلا صوى أنا أثم نادية وحسنا وأسيدا أيها وأمام أنفذ الإمام أبو عبد الله عليه السلام وصيت أخي الحسن غسله وكفن ثم حمله إلى اتجاه قبر النبي صلى الله عليه وآله وهم بإدخال الجثمان إلى قبر النبي خرجت المرأة راكبة بغل صاحبها محمد بن الحنفية يوم على الجمل ويوم على بغل قالت لا والله لا تدخلوا إلى داري من لا أحيي عجب الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ثم أخرجت خصلة من رئيسها وكأنه علامة بينها وبين بني أمي رشقوا جثمان إمام من المجتبى بالسياة هملا الشميون أن يقاتلونهم إلا أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد منحهم منفذا وصية أخي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه قد منحهم منفذا وصية أخي المجتبى بس اليوم والصبر عقب معلوم أرجحهم صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغوا بقيع الغرق أنزل الإمام الحسين صلوات الله عليه أخاه إلى ملحودة قبري وكان إمامنا حاسر الرئيس فأنشد قائلا أعدان رأسي أم تطيب محاسني ورأسك معفور آيان وأن تتريب وليس حريبا من أصيب بماله لكن من ورأ أخاه حريب فلما فرغ الإمام صلوات الله وسلامه عليه من دفن أخي المجتبى رجح إلى الدار وقد وفد عليه المحزون من كل صوب ومن كل ناحية وداره هي دار أمير المؤمنين هي دار فاطم عليه السلام نصبه يا زغر اليوم في بيته شحزية بالدار نصبه غريب الغارية يبجي على عضيد الحسين بسموم لتجي زغر اليوم حالة تنظر ناحي ناحي على الأولى يا ياد يا زغر الحسين في كربلا واحد واحد بالمجتة واحد فنعنجج واحد عنجج واحد من إجعاد قضاء واحد من قبر الحسن عندي قبر حسين والسوف تأتي الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم اكشف السوء والبلاء عنا اشف مرضانا وأمراضنا اللهم اشف المرضى المنظورين ألبسهم لباس الصحة والعافي اللهم عجل فرج إمام زماننا وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيرا واجعلنا من جنده وأنصاره والمجاهدين تحت لوائه اللهم إنحال بيننا وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجنا من قبورنا متزرين أكفاننا شاهرين سيوفنا ملبين دعوة إمامنا صلواتك عليه وعلى آبائه وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات موتانا موتاكم موتى المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات اللهم صلى الله عليه وسلم موسيقى موسيقى ضيفت سبعين نبلي الحسن موسيقى معجي بتصير لحبابك واطن ضيفت سبعين نبلي الحسن موسيقى اشتركوا في القناة